لكن انا شاح تعريض عندي خمسين سنة اروح صلاة الجمعة اسمع اتوضى ازاي ولا دروس المستفادة من بدر ولا من كذا ولا من كذا فما تمشيش ما تمشيش احنا لازم نعيد ترتيب اولوياتنا ونعرف احنا بنعمل ايه احنا على فكرة احنا بنعمل بس احنا بنعمل والسلام يعني الخطيب مش بيبه بتاع الكورة مفتي الخطيب الخطيب الجمعة بيصحى الصبحية ويقعدي زاكري 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 بس بذاكرة في الموضوع الغلط تم انت بتذاكر وبتبذل مجهود تم تروح مجهود بموضوع الصح وبتطلع المنبر تبت تكلم وتهاتي وتوجع تم توجع قلبك بس في الموضوع الصح لكن عملت كل ده وطلعت وقلتلي كلام انا حفظه واسمعته 140 الف مرة لان انا كل جمعة بصل الجمعة وكل مرة باسمعها نفس الكلام يا اما فضل الاسراء والمعراج يا اما يوم عرفة يا اما زكرة بدر يا إما أحد وإن الرماء ما سمعوش كلام الرسول وعشان كده خلاص حفظناهم يا أخواننا واللي بيصلي اللي بيصلي طبعا موضوعات في غيرت الأهمية بس اللي بيصلي اسمحها عشر مليون مرة وغالبا معظم اللي بيصله الرجال الكبار وبعض الناس لطيفة بتاخد ولادهم الصغارين بس ده مش ده المكان بتاع تعليم الولاد الصغارين مش خطبة الجمعة الكتتيب والمدارس والحاجات اللي في القرى بالإضافة إلى الدروس والمقرآت والمحفظات اللي موجودة في الجوامع قبل الصلوات وبعد الصلوات خلونا بقى ننكس جهدنا كويس أخيرا تصدقوا أنا عورت نفسي من الانفعال أنا كده من الجرحة من مصابي مصابي الثورة